كيف الصحة؟ برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة شريكك الصحي مدى الحياة أرحب فيكم مشاهدين الكرام في حلقة اليوم من برنامج كيف الصحة موضوعنا الليلة هو عن الذاكرة وأسرارها ومتى يتسرب النسيان إلى ثناياها لذلك بننقش حلقتنا اليوم من خلال المحاور التالية أول شيء متكلم عن أسرار ذاكرة الإنسان وأساليب تقويتها في المحور الثاني متكلم عن أن السيان متى يصبح مرضا وأخيرا في المحور الثالث متكلم عن الزهايمر لماذا يصيب أشخاص دون آخرين حلقتنا مثيرة للاهتمام اليوم فتابعونا إن أسرار ذاكرة الإنسان وخبايا آلياتها كانت ومازالت محور العديد من البحوث والدراسات الطبية فبفضل الذاكرة نتحدث وبفضلها نسترجع مشاهد الطفولة وبفضلها أيضا نذكر معالم مدينة زرناها فكيف تعمل الذاكرة وهل تتطور مع تقدمنا في العمر وكيف يمكننا تقويتها وتمرينها لكي لا تفقد حيويتها أسئلة وغيرها سنحاول إجابة عنها لكن عقب هذا التقرير رغم البحوث المتواصلة لاكتشاف وفك رموز الذاكرة إلا أن لغزها ما زال محيرا فهذه القدرة على الحفظ والتخزين والتذكري هي التي تميز الكائن البشري وتجعله قادرا على نقل المعرفة في الزمان والمكان وبدون ذاكرة لا تاريخ ولا علوم ولا تخطيط وقد نجح العلماء في القرن العشرين في تحديد بعض المناطق في الدماغ التي لها علاقة بتخزين المعلومات والعواطف والذكريات وفوجئوا بأن الأمر يتعلق بمنطقتين الأولى لها علاقة بذاكرة القريبة المدى والثانية لها علاقة بذاكرة البعيدة المدى وقد اكتشف العلماء أيضا أن لذاكرة البشرية قانونا فريدا من نوعه فكلما خزن الدماغ كمية من المعلومات والذكريات صار بإمكانه أن يقتزن المزيد بسرعة وإذا لم يحسم الخبراء الجدل القائم حول وجود أو عدم وجود اختلاف في الذاكرة لدى الرجل والمرأة فإنهم يتفقون على أن ملكة التذكري تكون في قمة نشاطها في مرحلة الطفولة ثم تتراجع مع التقدم في العمر كما أنهم يتفقون أيضا على أن النشاطات الذهنية كالقراءة المنتظمة ولعب الشترنج وفك الألغاز بشكل منتظم تساعد الكبار في السن على الاحتفاظ بذاكرة الشباب الذاكرة وأسرارها حلقتنا لليوم بس خلونا نبدأ ونرحب بالدكتور محمد الكيلاني استشاري أمراض دماغ وأعصاب بمستشفى توام حاصل على البردات الأمريكية في أمراض الأعصاب والفسيولوجيا العصبية والضراب النوم يا هلا فيك دكتور معنا الله يسلمك شكرا كيف الصحة اليوم الله يخليك تسلمي دكتور اليوم حلقتنا تتمحور حول قد تكون إحدى المعجزات أو لها أسرار كبيرة بعد العلوم والبحوث تحاول فهم هذه السرية الموجودة فيها ذاكرة الإنسان كيف تعمل وما هي بحذ ذاتها أولا أشكركم على تحت هذا اللقاء شكرا وجودك معنا الله يخليك وبسداء خليني ولو أعطي نبذة مختصرة للمشاهدين عن أجزاء الدماغ حتى بعدين لما نشرح بشكل مختصر الأمر ليس هذه السهولة بس نحاول نبسط الأمور أكيد محتاج حلقات وحلقات أساسا نعم فأريد أن أشرح بالأول نبذة مختصرة أجزاء الدماغ حتى بعدين لما نشرح عن مشاكل الذاكرة كيف تنشأ برضو يكون عندنا الصورة وين المناطق اللي بالدماغ اللي بصير فيها صحيح فهذا نموذج مصغر يعني هذا خلينا أقول هذا دماغ بحجم دماغ طفل يعني وعادة الدماغ زي ما تعرفي مش ملون بالطريقة هذه وأنا من الطريقة توضحية فقط فخلينا نتصور أنه الدماغ يعني يعني ابتداء يتكون من فلقتين متصلات في الوسط يعني إذا ممكن نسوي فوكس للكاميرا نعم فالدماغ بالشكل هذا هذا ما نسميه جدع الدماغ هذه مقدمة الدماغ اللي هي بنسميه الفرونتال لوب بالإنجليزي يعني أنا آسف أنه بالعربي قد لا تسعفني الكلمات كثير كون كل دراستي كانت في الإنجليزية نعم وفي منطقة هنا اللي هي بنسميه التمبرال لوب اللي هي المنطقة الصدغية اللي خلينا أقول بتيجي هون تقريبا فوق الإذن وهذه خلف اللي هي بتيجي في خلف الرأس اللي هي هذه المنطقة المسؤولة عن البصر تخزين يعني كل وظائف البصر بتصير هون بالإضافة زي ما احنا شافين هنا في هذا الخط الأزرق اللي هو المنطقة المسؤولة عن الاستقبال الإحساس يعني لما أي شيء نشعر فيه مثلا أي تتش أو شيء يصير هالمنطقة وهذه المنطقة البرتقالية بتصير أمامها اللي هي مسؤولة عن الحركات الإرادية وزي ما احنا شايفين الدماغ برضو يتكون من تلافيف يعني خلينا نقول مثل الكثبان الرملية أو الغضاب نعم وبينها بيجي الأخاديد نعم فمثل يعني بنسميها فولز يعني في طويات كثير في الدماغ فمساحته كبيرة جدا رغم أنه يبدو كأضو صغير في الحجم هذه المنطقة اللي هي بنسميها اللي هي تقريبا صار بالمنطقة هذه ونتصور حتى نعطي فكرة هذه أسفل الدماغ يعني كأنه الواحد لو ينظر نظره للرأس من هنا يعني بأعتقد هذه الصورة أعطت فكرة عن الدماغ بشكل مختصر هذه المنطقة من الدماغ اللي هي بنسمي التمبرال لوب اللي هي في داخلها برضو أحد الأعضاء اللي هي بنسميه الهيبوكمبل استركتشور وهو المسؤول عن ماذا دكتور؟ هذا المسؤوليته أولا عملية نسميه البروسيسينج نعم تشكيل كيف نعمل الذاكرة والإموشن يعني المنطقة هذه يعني ما بقدر أشير لمنطقة معينة هي بناطق متجاورة هذه المنطقة كلها اللي هي أول ما الذاكرة خلينا نقول الأمور أول ما يعني نحاول نطور كيف نستقبل الحاسيس بصير عملية هون نسميها زي كيف نسميه المايسترو تبع فرقة الموسيقى اللي هو منظم الأمور كلها كل هذه الأمور بتصير هنا ومن ثم توزع إلى مناطق أخرى ألا الآن كيف يعني السؤال تستسألينه كيف الذاكرة أصلا تتشكل أول خطوة يعني خلينا حط مثال مثلا لو الآن أمامنا وردة كيف أنا بدي خزن أتعلم في ذاكرتي أنه هذه وردة نعم هناك يعني المكونات الإحساس في عنا أحاسيس مختلفة صحي يعني حاسة البصر حاسة الشم حاسة اللمس حاسة الذوق نعم كل هذه إلها وظيفة إلها منطقة في الدماغ مسؤولة عنها نعم نعم مثل ما قلنا مثلا البصر هذه المنطقة الخيطية في مؤخرة الدماغ نعم منطقة الشم في أسفل مقدمة الدماغ مثلا فأنا لما بشوف شيء معينة أنا هذا مثلا هذا الموديل تبع للدماغ لما أطلع عليه في إلها شكل وفي إلها ألوان عديدة هسا وفي إلها ملمس أنا لما أسكت أنا عمليا بستقبله كله طبعا نحن نتحدث الآن كل هذه الأمور هي في أجزاء من الثانية نعم يعني أنا بشرحها وتأخذنا دقائق صحي بس هي في أجزاء يسيرة من الثانية نعم فمثلا الشكل أنا نظرت اللون حاسة البصر استقبلت أنا لمسته نفسي شيء حاسة الإحساس بدها تروح لمنطقة معينة استقبل في الدماغ كل هذه الأحاسيس مع بعض تيجي فيها المنطقة هذه ومثل ما قلنا يسويها بروسسنج نعم فبيعطيني الشعور أنه أنا أفهم إيش هذه هذا بنسميها شورت تيرم لحد الآن كلها عملية سريعة جدا نعم فورية ومن هناك بتصير عملية التوزيع كل حاسة برضو تخزن في منطقة كيف بصير التوزيع إذا بنشوف على الشاشة يعني إذا بنسوي فوكسينج هذه الصورة هذه نعم على هذا الجانب من الشاشة اللي هو مكتوب عليه نورمل نعم زي ما تشوفي هذا عبارة عن رسم توضيحي للعصب في الدماغ نحن نتكلم عن يعني شغلة هنا تحت الميكروسكوب فخلي إذا شايفين يعني نقدر خلينا نشبهها بالأخطابوط إنه في مثلا رأس وفيه طالع منه هالأرجل كل عصب بيطلع منه زي سيلندر واير بيطلع منه برضو على جسم العصب نفسه فيه له مستقبلات نعم وهذه قد تكون بالمئات وبالألاف هذا على مستوى كل عصب لتوصيل نعم وهذه الأعصاب كلها متشابكة في بعض زي شبكة من كيف للشبكة الكهربائية أو التليفونات كلها مشبوكة في بعضها بطريقة معقدة وإحنا الآن نتحدث يعني نتكلم عن ما يقارب خلينا نقول مئة تريليون يعني مئة ألف مليون هل بسموه هل البندندرائتس وصينابسس بين الخلايا نعم فهذه العمليات الآن إحنا هاي الأحساسات لما وصلتنا عن طريق هذه الأسلاك توزع بسرعة هائلة وضمن خلايا عديدة هذه من الأسرار لحد الآن يعني هذا سر إلهي لحد الآن الإنسان بحاوله فهمها سبحان الله الدماغ بحد ذاته نعم للحين يعني أسراره ومكاربه فكل هذه تصير عملية يعني زي ما شفنا نحن مقدمت للبرنامج لما عرضت هذا الشريط زي ما شفته كأنه عالم كله متشابك وعملية تيارات كهربائية وسيالات عصبية تجري كلها في أجزاء من الثانية نعم وكل إحساس يروح يخزن في منطقته لحين الحاجة نعم لما بدي أتذكر عاد صير هذا استراجع برضه صير استرجاع لهذه المعلومات كيف عملية استرجاع هذه المعلومات نعم وتعطينا يعني دكتور حضرتك لما شرحت كيف الإنسان ممكن في عملية تخزين أو استجماع هذه المعلومات لتكوين الذاكرة ذكرت حضرتك الحواس تعملوا مع بعض نقدر نقول أن الذاكرة على الأساس يكون الشيء يثبت في العقل أكثر لازم الحواس الخمسة تكون يعني مشتركة في هذا الموضوع لنساعد دكتور نشم شيء نتذكر شيء نشوف شيء نتذكر ياخذنا إلى ذكريات معينة فكيف يصير تصير عمليات الانفصال أو عمليات التجمع اللي مثل ما شرحتها دكتور نحن مثلا لما نستقبل حاسة معينة نقول مثلا شمينا شيء نعم هناك تفاعلات كيموية تصير صحيح وروح تخزن وهذه المعلومة تخزن أنه هذا رائحة نعم الشيء الفلاني نعم لأنه كمان احنا تعلمنا يعني مثلا أنا أشم رائحة وردة صحيح أنا برضو بسمع أنه هذه وردة وشكلها تعلمت أنه هذا شكل الوردة صحيح فهي خزنت في الذاكرة أنه هذه وردة فيعني هو طبعا بالشكل الأمثل جميع الحواس تشتغل نعم ولكن خلينا نقول لي نفرض أنه فيه إنسان ما بيشوف صحيح هو يعرف الوردة حسب ما سمع أنه هذه وردة بس هو حاسة الشم عنده سليمة نعم فاستقبل حاسة الشم وخزنت هذه مثل الكمبيوتر يعني كيف الكمبيوتر مثلا سبحان الله خزنت سبحان الله أنه هذه الريحة هذه وردة نعم فكل رائحة بصير تفاعلات بطريقة معينة تخزن أنه بصير لها كود هذا بنسميه الانكودينج نعم اللي هي عملية الانكودينج تدخل وتخزن بالدماغ بالطريقة هذه فلما بنشتم أو نتعرض لهذه الرائحة مثلا عصب المثال مرة ثانية نرجع تفاعلاتها بسمور ريترايفينج ريتريفل نعم يرجع بنسترجع هذه المعلومات بميز أنه هذه الرائحة لأنه أنا شامها قبل سبحان الله الكمبيوتر نعم هو الكمبيوتر بحاوله هي مماهات العقل نعم سبحان الله تبارك الله نعم نعم القوي بحيث أن ما ننساها وفي ذكريات قد تكون فورية تصير ممكن بعد فترة ننساها نعم شو الدافع اللي يخلي هذا شي يثبت وشي ثاني ما يثبت طبعا هذه نعم من الله عز وجل نعم يعني في شي للذاكرة القصيرة بنسميها short term memory اللي هي زي ما قلنا هذه الحاسيس لما استقبلناها حاسيس مختلف سواء شم أو لمس أو بصر في المنطقة هذه اللي حكينا عنها الهيبو كامبس اللي في الجانب الجانب دماغ بيسوي لها processing وبالتعاون يعني بين هذه المنطقة وهذه مقدمة الدماغ نتكلم عن شبكات معقدة بينهم يعني فيه fibers وفيها الكي بلات هاي كلها واصلة بين بعض بصير عملية يعني حسب ما يعتقدوا العلماء الآن أنه بصير عملية فلترة أنه إيه الشي المهم اللي ممكن بتدخزنه أنا لفترة طويلة فهون بنسميها short term memory لنفرض أنه فيه أمور أنا مش بحاجة إلها باستمرار بحاجة أذكرها آنيا نعم فبيسوي لها عملية processing خلينا نقول بتصير في المنطقة هذه وتعامل لما وخلاص ممكن هذا شي مؤقت نعم إذا تكررت هذه لنفرض أنه محتاجة مثلا أعطي مثال بسيط مثلا رقم تليفون مو كل أرقام التليفونات نحن نذكرها صحيح بس فيه أرقام تليفونات مهمة بالضب مثلا الوالد الوالدة يشي التصليب فهذا عملية التكرار بالإضافة للتركيز لانتباه عملية بسموها attention هذا عملية الانتباه كأنه نحن بنخبر يعني الدماغ ونخبر نفس وأنه هذه معلومة مهمة فإحنا بحاجة نوديها نخزنها في أماكن اللي بسميها long term memory اللي هي الذاكرة الطويلة نعم ولذلك بتشوف الذاكرة الطويلة أقوى على المدى البعيد short term memory هذه الذاكرة القصيرة اللي هي مثلا على سبيل يعني إلها طاقة معينة يعني خلينا نقول مثلا لو أعطيكي رقم تليفون أقول لك مثلا 07 كذا كذا بسرعة صعب يعني بجوز تذكري 6-7 أرقام بعدها نقول فتشوفي أوتوماتيكيا الدماغ يتوقف يقسمها نعم نعم تقول مثلا 678 شحطة كذا كذا يسهل علينا لماذا؟ لأنه في قدرة معينة لهاي short term memory بينما لما أشوف أنه هذا الرقم أنا محتاج أخزنه تلاقي لي بصير أدرب نفسي وعملية الإعادة بتحفز هذه الاتصالات اللي قلنا بين العصاب بسموه الصينابتك أرياس والدوندرايتس هذي كلها التشعبات هذي هذي مع كثرة التكرار والتمرير حتى بتلاقيها بتزيد مما يقوي الذاكرة لأنه هاي شغلة مهمة وإذا كنا نستخدمها بشكل مستمر بالظل قوية اللحظة اللي بنبطل نستخدمها نعيب نغيب عنها فترة تقطع في شوية حتى هاي الكوناكشنز اللي كي ردت نعم يمكن بنتكلم في هذي الجزية أكثر دكتور وحنا نتكلم عن الزهايمرز لأنه يلعب دور أيضا هذا التمارين الذهني الإنسان دائما ينشط دماغه نعم ويمكن يعني الحكمة في هالموضوع أنه يكون في مساحة لتخزين في اللونغ ترم ميموري يكون أكثر إذا كل شيء مهم مش مهم حطينا يعني ما تم شيء يعني مثل الكمبيوتر مثلا إله كذا بنقول طاقة جيجا بايت نعم فإذا كل شيء تعبي تعبي الكمبيوتر انتهى صحيح فالشورتر ميموري هذه يعني هي نعمة من الله عز وجل أنه مو كل شيء يعني إذا كل شيء نذكروا بالتفاصيل ممكن يوم واحد جميع التفاصيل واحد يسويها صحيح خلاص تعبي بعد ما أقدر عبي يعني أخذي المعلومات سبحان الله يعني دكتور أنت قاعد تشرح ويعني قاعد أسوي هذه عملية الوصل بين الدماغ والعقل والكمبيوتر سبحان الله كيف يعني يحاولون يعني يحاولون بس تل سبحان الله نعم طيب دكتور في حالة الإنسان ساعات يعيشها اللي هي الديجا فو أو يحس أنه كان في هذا المكان أو تشاف هذا الشخص أو شم هذه الريحة فدايما يعني في كثير من التفسيرات في تفسيرات الواحد ممكن يعني تدخل دماغه وتفسيرات ما تدخل فإذا تكلمنا عن التفسير العلمي لهذا الشي نعم شوه بالضبط الديجا فو اللي زي يعني أنت شرحتي أنه بصير عند الإنسان شعور يمر في بصير عنده إحساس أنه والله هذا الشي صار صار قبل نعم يعني ورغم أنه أنا بدرك أنه قد يكون مش حقيقي نعم يعني مثلا أكون التقيت في شخص والله أنا ملتقي واسبنا أنا بعرف أنه لا هذه أول مرة ألتقي فيها صحيح شاهد طبعا هي إلى حد ما طبيعية عند بعض الناس هي بيكون عملية تنشيط في أقسام الدماغ خصوصا هاي المنطقة اللي بسميها temporal lobe اللي فيها الاموشنز إلى حد ما قد تكون طبيعية كثير من الناس بتصير عنده نعم بس إذا تكررت كثير أحيانا قد تكون نتيجة زيادة نشاط في منطقة معينة من الدماغ مثلا مثل هاي المنطقة temporal lobe اللي حتى يعني الآمن اللي أقول نعم مثل على موضوع آخر اللي مثل مرضى الصرع أحيانا كثير أحيانا مرضى الصرع وهذا موضوع آخر يعني في مجال نتحكم عنه وعندي تخصص فيه بصير عندهم الديجا فو فيلنغ هذا فبقول لك أنا بستمرار يا دكتور يوميا بتصير معي أحيانا ست سبع مرات ثمان مرات بتصير معي في اليوم فبصير هذا الديجا فو فيلنغ مثلا أنه باشتم رائحة وبعرف أنها مش موجودة أو بحس إحساس بمر فيه أنه مش حقيقي نعم نعم يعني أكيد كلامنا في لهتة تم الدكتور وصندنا فاصل لازم نأخذه وبنرجع نكمل موضوعنا مع حضرتك مش هدين عقب الفاصل بتكلم بعدنا مستمرين موضوعنا بتكلم عن النسيان متى يصبح مرض خليكم وياننا كيف الصحة برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة شريكك الصحي مدى الحياة لن تستقر النفس حتى تطمئن الروح فلنبدأ بالأرواح قبل الأنفس اعلم أنك صفر في معادلة الحياة وعليك أن تختار أن تكون ذات اليمين أو تكون ذات الشمال الحب ليس شعور نتنفسه بل مواقف نصنعها كيف تريد أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لم تقرأ سيرته لمسات النفسية الجمعة الثالثة الثالثة مساء على أبوظبي الإمارة العطور الجميلة تأخذك إلى عالم من الخيال لتعيش أجمل اللحظات لحظة الاسترخاب وأنت مليئة بالحياة لحظة الأناقة وأنت محط الإعجاب لحظة الرومانسية وأنت إطلالة الحب مع دوني نواهم تألقي كزهرة بانتحاش أكثر بثلاث مرات هذا الغرس اللي غرسنا في هالعكرينات أصبح اليوم كله يجنى من الثمار هذا وطن وطنكم وطنكم وانتم ما أريد من هذا الشاب إلا أن يزيد في الحمد والشكر إلى الله أزوجل ويزيد من محبة الوطن ويزيد من العمل ومضاعفة العمل لما يسعى فيه من خير له والدولة والأهل لازم تكلمون عن الماضي بوجود هذا الحاول الإمارات المتصالحة السبت السابع والنصف مساء على قناة بوضب الإمارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر